نعود مرة أخرى ونتابع هذه الأخبار العجلة المتعلقة بالزلزال الذي شعر به سكان في سوريا تحديدا في حلب وحمى دعونا نشاهد هذا الفيديو أولا بعدها إذن مشاهدين نتابع هذا الزلزال الذي وقع وتحديدا شعر به أكثر سكان حلب وحمى في سوريا وأيضا الأردن ولبنان هناك حالة من الخوف يعني دعت السكان في بعض المناطق في هذه البلاد إلى الخروج من منازلهم خوفا من هزات ارتدادية بحسب المركز الألماني العلوم الأرض هذا الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وبقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وهذه صور أيضا مشاهدين من حلب إذن هذه صور للحظة وقوع هذا الزلزال من حلب في سوريا هزة أرضية بحلب بس ما بعرف في عمى كتير قوية هزة للترية بس خرجي يكون الهزة يعني تكمل ولا راح أتوقف الله يستر من هالشي الساعة 12 بالليل من قلب حلب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة